مرحبا بكم من جديد مع هيسم مازلنا في مدينة تشين داو أحد المدن السياحية واللي فيها بيتش أو مصيف أو فيها شاطئ يعني بيجي الصينيين من المدن الداخلية بيجوا على شواطئ تشين داو عشان يصيفوا أو ينزلوا البحر أو كده تعالوا نروح لأحد المحلات اللي هي بتاعة الحاجات اللي هي التحف والهدايا والسفونيرز ونتعرف على ثقافة الصينيين يعني الصينيين لما بيجوا يشتروا يخشوا المحلات اللي هيخدوا منها التحف والهدايا والسفونيرز اللي بيشتروا أو اللي بيجذب اهتمامهم احنا بيتم موجدين في أحد الشوبسة أو الحاجات اللي هي على الشطة على طول يمكن قادي الشطة أو البيتش قدامنا تعالوا نشوف كده الناس لما بتيجي تخش بتشتري ايه في حاجات اللي هي اللي هي السفونيرز حاجات من الأحجار الأحجار الكريمة أو الحاجات اللي زي كده مش كريمة طب مش حاجات غالية كلها حاجات كلها رخيصة ولكن هم بيهتموا جدا بتLoان بالحاجات الحظة أو يلبسوها حولين إيديهم او اللي هي زي ما فيه دي أحجار حاجات من الأحجار أنواع من الأحجار هي موجودة منها حاجات كتير يعني برضو هكزة كلها حاجات كلها يلبسوهم ومبقى هم معتدين هم يلبسوا الحاجات دي في إيديهم كتير سواء الرجالة أو البنات أو الشباب باعد حاجات اللي هي الحاجات اللي اللي فيه حولينها رقابتهم بس هم مهتمين بالحاجات اللي كتير قوي زي ما نسايفين الحاجات اللي زي الحاجات برضو يلبسوها حوالين ايديهم حاجة مشهورة جدا يعني حاجات كلها برضو اللي بترمز لي البحر اللي موجودة يعني زي ماشي حاجات كلها شواطئ و الملاكب وهكذا حاجات ده البحارة عبارة عن طبعا على اساس احنا في مدينة شاطئية فده الطبيعي ان هم يهتموا بيه حاجة زي كده الفنارة حاجات اللي هي الزجاجية ولكن فيه حاجات بقى الاكل هم بيعشاقوا الاكل من الحاجات المشهورة قوي قوي هنا في الشين ده وفي المدر حبها الصينيين اللحوم السيفود اللي هو المملح زي ما حضراتكو شايفين كده السيفود المملح هم هنا حاجات بيأكلوها يعني اللي هو السمك الرنجة او حاجة زي كده السمك بيقطعوه شرايح ويملحوه وزي الرنجة عندنا او السردين ولكن هم هنا مش بطريقة صحية شوية عكس عندنا السردين والحاجات اللي بتحفظ عندنا بطريقة الحد ما اعتقدش انها صحية 100% هم هنا حاجات صحية كلها نفس الشيه لو احنا عملنا كده انا بس اذينهم بس ادوء اهو ده اللي هو السيفود زي ما قلنا كده انا بحاول اقرب لكو شوية مبشور كله سيفود مبشور يعني انا اكلت قبل كده وطعمه مش وحش يعني انا اكود قطعه صغيرة انا عايز اخصها عصغيرة بس ادي قطع صغيرة اهيه جميلة بصماحة انا اكلت قبل كده طعمه حلو يعني جميل جدا يجب ان يشترونها سايبة من هنا او معبئة في كياس نفس المنتج الذي انا كنته دلوقتي السايب بس معمول في كيس وهكذا برضو كل هذا هو نفس النوع الذي انا كنته هذا كيس كبير فيه حوالي 7-8 اكياس من الاكياس الصغيرة ده من اشهر الحاجات اللي بيجي يشتريها الصينيين لما ييجوا يصيفوا هنا في مدينة تشين داو بالمناسبة ده طمر بلح تخيلوا هم هنا بيحبوا الطمر بس الطمر عندهم بيبقى مجفف يعني مش مليان مياه من جوا زي عندنا او زي الرطب او اللاقة ولذلك هو نفس البلح بلح بيحبوه جدا جدا هنا ده مشهور اوي هنا في الصين ولكن زي ما قلت لحضراتكم بيبقى يعني مفرغ من جوا جاف شوية يعني ناشف شوية مش دسم زي بتاعنا حاجات الطواقي والحاجات اللي هي اللي احنا شايفينها لو انا عملت كده اهو بقيت برضو من اهالي تشينداو يعني بحيث حاجات المشهورة برضو بالمناسبة ده الشاي الاخضر عندهم شاي اخضر مهتمين بيه جدا وبيحبوه جدا طبعا انواع من الشاي طبعا كسياحة انت جاي كسائح صيني في بلدك زي مثلا راحين مرسى مطروح او راحين ساحل الشمالي او راحين اسكندرية فبنشتري بعض الهدايا عندهم بعض الحاجات البحرية اللي احنا شايفينها دي حاجات كلها طالعة من البحر زي ما احنا شايفين كده اه كذا نفس الشصدف والحاجات المراكب اللي معمولة اه يعني شايف حاجات لذيذة بصراحة حاجات جميلة اه بعض المصنوعات الخشبية زي ما احنا شايفين كل دي حاجات بحرية كلها طالعة من البحر موجودة ليه البيع اه حاجات جميلة قوي وحاجات ملفتة للنظر وحاجات لذيذة اه انا بحاول بس ان اديكم رؤية كلها برضو حاجات متعلقة هي كلها علقات كلها برضو طالعة من البحر بالمناسبة اللي هي الصدف والحاجات الصدف الصغير برضو زي ما حضراتكم شايفينه كده انا بحاول اديكم نظرة ليه بحيث تاخدوا نظرة عامة عن الماركت او السوفنيرز او الهدايا اللي بشيرها الصينيين بنوع بعرفكو يعني بدخلكو داخل المجتمع الصيني بحيث تشوفوا ايه بيشتروا ايه وبيتعرفوا ايه نيهاو دي ست الوقفة بتبيع هنا وقفة يعني اللي هي وقفة بتبيع طبعا بتكلم صيني بس ما بتتكلمش انجليزي ولا بتتكلم اي حاجة اه بالضبط يعني صعب انتلاقي حد يكلم انجليزي لان هما مركزين على السياحة الداخلية اكتر منها سياحة خارجية اه بحاول ان انا اديكم نظرة عامة يا رب اكون قدرت ان انا اغوز بكم داخل المجتمع الصيني وده في احد المحلات الهدايا وبيع السوفنيرز هنا في مدينة تشينداو في شرق الصين كنتم مع هيسم وشوفكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته